وللحديث أكثر ينضم معنا الباحث في الشأن السياسي السيد غالب الدعمي أهلا ومرحبا بك أستاذ غالب الدعمي في نشرتنا الرئيسة أبتدأ وإياك من تغريدة السيد مقتضى الصدر التي قال فيها أن الانسداد أهون من التوافق هل بات التوافق سيد غالب بمثابة إخضاع للأغلبية لصالح المحاصصة التقليدية؟ سعد تمسان كما يبدو واضحا هذا الأمر أن السيد مقتضى الصدر أصر وأكد اليوم في تغريدته أنه لن يذهب إلى حكومة توافقية لأنها كما يشير أساس لتدمير البلد لكن بتقديره هناك مبادرات كثيرة وعلى الرغم من أننا نسمع بأن الإطار التنسيقي لا يمانع بأن يرشح التيار الصدري رئيس الوزراء لا يمانع بأن لا يكون الإطار ضمن الكتلة الأكبر لكنه يريد أن يشترط أن يشارك في الحكومة وأن يطلع البرنامج الحكومي وأن يكون له دورا في القرارات السياسية لكن بدأ يترشح وكما أرضى أمام قناتكم لربما المبادرة التي يطرحها الإطار التنسيقي قد تكون جزءا منها أن يكون يذهب باتجاه المعارضة على أن يكون له حق مراقبة البرنامج الحكومي والدخول في القرارات المهمة السياسية التي تخرص الإجماع العراقي ربما هكذا نسمع من بعض المقربين من الإطار قد تكون المبادرة التي سيطرح المالكي فيها جنب باتجاه الذهاب إلى المعارضة وأن السيد مقتدر صدر الآن مصر على هذا العمل وقد نشهد يوم غدا زيارة للنجف من قبل أطراف الاتلاف الثلاثي أو التحالف الثلاثي لزيادة تماسك هذا التحالف الذي كما نسمع بأن الخاصة الرخوة فيه هو السيادة وبعض الأطراف الذين انسلخوا عنه سيد غالب حياك الله مرة أخرى إذن السيد الصدر لا زال يصر ويؤكد أيضا لكن السؤال هنا إلى أي مدى وإلى أي مدة دستورية يستطيع السيد الصدر الصمود بوجه كسر النصاب هذا وتأجيل الجلسات الكلام عن توقيت هذه الدستورية وخرق الدستور هذا كلام أصبح في الماضي لأن الدستور لم يبقى فيه شيء لم يخرق لم تبقى فيه مادة سليمة القانون التعليمات كل شيء في العراق خرق ومن هذه الحكومات التي حكمت العراق من 2003 لغاية اليوم لكن الشيء المهم هنا أن التحالف الثلاثي بدأ يوزع اللجان البرلمانية السيادية بين أعضائه لربما يذهب باتجاه آخر لتفريغ مؤسسات الدولة من المدراء المديرون العامون الوكلاء غيرهم الوزراء الذين ينتمون للإطار التنسيقي وهذا أعتقد سيجعل الإطار التنسيقي في مكان وهن في منطقة وهنة لذا فأن كل هذه الأشياء يدركها الإطار التنسيقي وبعض أطراف التنسيقي فهم يسعون جاهدين لتحقيق مبادرة معلوماتي الأساسية أن المبادرة فيها تنازل واضح أو ليبتعد عن كلمة تنازل فيها عرض للسيد المتدى الصدر قد يكون فيه جوانب كثيرة مقبولة لكن ما نقوله الآن ما نشهده الآن من 10 عشر لغاية اليوم لم نشهد مبادرة خرجت عن التوافقات التي يريدها ائتلاف القانون لا ائتلاف القانون تزحزح قيد أنملة ولا التيار الصدر تزحزح قيد أنملة ولكن هل ستكون المبادرة التي يطرحها السيد المالكي هي فيها اقتراب للسيد الصدر نعم فيها نقاط كما نسمع من هنا وهناك إن فيها جوانب إيجابية قد تعدل من السيد المقتدى الصدر وتقبل لكن على أن لا تخرق قانون الأغلبية طب أستاذ غالب المشكلة اليوم أصبحت واضحة ما بين قوى السيار والإطار وهي من هي الكتلة الأكبر قوى الإطار يرون أن ما يحدث هو خروجا عن العرف والصدر يقول أنه لا عودة وحكومة حكومة أغلبية لا شرقية ولا غربية سؤالي لك أين المخرج وكيف ستحل هذه الأزمة يعني تحل بالتفاهم أما المستقلون يذهبون بتغليب المصلحة الوطنية واتخاذ قرار باتجاه الذهاب مع تشكيل حكومة وطنية أو أن أحدهما يذهب للمعارضة فأنا لا أعتقد كتلة مكونة من أكثر من 190 نائبا أو اتلافا أو تحالفا سيذهب للمعارضة في حين هناك 100 عضو في الإطار التنسيقي نتكلم عن الاتحاد فقط الاتحاد الكردستاني والإطار التنسيقي الشيعي فهم لا تجاوزون المئة أما المستقلون لربما يزدادون في حدوة 30 إلى 35 نائبا لذا فهنا يعني بيضة القبان هم المستقلون فإذا ما قرروا وقد يقرروا بالذهاب إلى التيار الصدري أو لتغليب مصلحة الأغلبية فمن الممكن أن تشكل الحكومة وإلا فإن الانسداد سيستمر والبرلمان سيستمر باتخاذ قرارات مهمة وسيتخذون قرار الإدارة المالية وهو أشبه بالموازنة وهنا سيستغنون حتى على الرئيس الوزراء ويبقى السيد الكاظمي مكملا لهذه المسيرة وهذا ما لا يعجب الإطار التنسيقي هم لا يريدون سيد الكاظم بالاستمرار وهنا ممكن أن يستمر السيد الكاظمي والتحالف الثلاثي لا يعرضون كثيرا بوجود أو استمرار السيد الكاظمي رئيسا للوزراء طيب سيد غالب استوقفني قبل قليل ما تفضلت به وقلت أن هناك مبادرة سيتم تقديم فيها تنازلات لكن الطرف الآخر هل سيحصل على ضمانات بعدم الملاحقة بعدم الاستهداف وهذا ما يشاع في الأوساط السياسية سواء كواليس أو حتى للإعلام من أجل الوطن ممكن أن يتنازل الآخر ولا يتابع ولكن من ارتكب جريمة بحق هذا الشحب وسرق أو ماله من كل جهات كورد سنة شيعة إطار تيار أي جهة يجب أن يحاسب هذا رأي الشعب نتكلم ولكن ممكن أن تؤجل الملاحقات وهناك جوانب كثيرة في هذا الجانب ممكن حلها طيب وهل هناك تنازلات في السياسة العراقية بلا ضمانات لا أعتقد الضمانات ضرورية ضرورة مهمة في السياسة العراقية وحتى الالتزامات لا أعتقد هناك من يلتزم بها كثيرا لأن القرار أحيانا يأتي من المواطن من الجمهور لذلك الضمانات هي بلد الجمهور والذين أساءوا استخدام السلطة من 2003 لغاية لهم يجب أن يحاسبوا نعم أستاذ غالب بما يخص المبادرة دعنا نركز عليها قليلا هل ستشمل الاتفاق على الكتلة الأكبر وأسماء المرشحين لرئاسة الوزراء دعنا بتفاصيل هذه المبادرة بشكل أكبر لو سمحت الكتلة الأكبر حسمت هي التحالف الثلاثي وقدمت للجنة القانونية والأمر محسوم نهائيا وأعتقد أن الإطار لا يشدد على هذا المبدأ ومستعد أن يتخلى عن مبدأ الكتلة الأكبر ومرشح رئيس الوزراء يجب أن يكون الإطار ربما يتنازل لصالح التيار ولكن يؤكد على البرنامج الحكومة والمشاركة في الحكومة العراقية واتخاذ القرار السياسي إذن تتوقع أن يذهب الإطار بجميعه إلى المعارضة؟ لا أستبعد ذلك وقد يكون ضمن أهداف مبادرته يعني ضمن الأجندة التي يطرحها مستقبلاً أن يذهب للإطار بمحظة إرادته طيب السؤال نعم عذراً إخلاص كيف سيرضى الإطار أن يكون الأغلبية في الحكم للطرف الآخر؟ لا يعني بالنتيجة حل هذا الإشكال بالذهاب المعارضة أفضل من الانسداد لأن هناك مصلحة عليا للوطن يجب أن يتخذه العقلاء والحكماء ويحلوا هذا الإشكال ويشكلوا حكومة أغلبية ومعارضة راقب الموالات وتنتهي الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد فالوضع لا يساعد على استمرار هذا الانسداد طيب من وجهة نظر باحث ومراقب للشأن السياسي وأيضاً ربما تكون قريب هل سينجر الوضع إلى ما لا يحمد عقباه؟ وكيف؟ ولماذا؟ نتمنى أن لا ينجر ولكن لا أستبعد حصول هذا الإنجرار في العراق تحديداً في ظل هذه الفوضى والأحداث العالمية المتسارعة